صدور التقرير الشهري لمنظمة شعرايتس ووتش حول انتهاك حقوق الشيعة بالعالم أصدرت منظمة شعرايتس ووتش الدولية التابعة لمؤسسة الإمام الشيراز العالمية في واشنطن تقريرها الشهري الجديد لشهر كانون الثاني يناير عن الانتهاكات الجديدة والمستمرة التي يتعرض لها أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم في أرجاء العالم في المجالات الحقوقية والدينية والاجتماعية وغيرها وأكدت المنظمة في تقريرها الشهري الجديد وكما جاء في تقاريرها السابقة أكدت بأنها قد أحجمت عن ذكر العديد من موارد انتهاك حقوق المسلمين الشيعة في العالم بسبب عدم وجود الشواهد والأدلة الكافية رغم تيقنها بوقوع تلك الانتهاكات ويتطرق هذا التقرير إلى الهجمات والتحركات المعادية للمجامع الإرهابية والتكفيرية ودى المواطنين الشيعة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من بلدان العالم